أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وكما ذكرنا أيضا في المحور الأول بأن الأحزاب السياسية في عدن تكتمع وتعلن عن الاستكمال إعداد وفائق تكتل سياسي جديد قد يعلن عنه قريبا وبحسب خبر عن تكتل الأحزاب فأن اكتماعا عقد في الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من غسطة الجاري لللجنة المكلفة من قبل الاجتماع الأول للرؤساء الأحزاب عفوا أعزائي المشاهدين من رؤساء الأحزاب في هذا الصدد وأن هذه اللجنة استكملت إعداد مسودة إنشاء التكتل أو مثاق العام لهذا التكتل وكانت اللجنة قد عقدت اكتماعها مع رؤساء الأحزاب والمكونات السياسية المؤمنة باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي وحجد كافة الجودة الوطنية لدعم مؤساة الدولة وتوحيد قرارها وتحسين أدائها في خدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم يذكر أن هذه الأحزاب هي مجموعة تحالف الوطني لأحزاب السياسية إضافة إلى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وعديد من المكونات الجنوبية الحضرمية تضاف إلى هذا الاجتماع يذكر أنه في فبراير الماضي كان الانتقال أيضا قد حضر يعني جميع الأحزاب والمكونات السياسية الموجودة الآن في الحكومة من فيها الانتقالي كان قد حضر أيضا في هذا الاجتماع وفي هذه الرغبة لكن بعد جدل حصل في إطار الانتقالي تم سحب فضل الجعدي هو العضو المثل للانتقال في هذا التكتل وبالتالي كل القوى السياسية المنظومة الشرعية أو الدعم الشرعية موجودة في هذا التكتل الجديد باستثناء الانتقالي وهناك معلومات ومصادر تقول بأن الضغوط مستمرة هناك رغبة أمريكية سعودية بأن يتوحد الجميع جميع القوى في مكون سياسي واحد قد يعلن عنه قريبا باستثناء الانتقال الذي يرغب منه أو يتواصل معه على الأقل من قبل السعوديين والأمريكيين لأن ينضم وقد ينضم أيضا في وقت لاحق ربما في أثناء الإعلان عن هذا التكتل أو بعده لكن هناك رغبة في هذا الصدق يذكر أن الحزاب التحالف الوطني هي 18 حزبا ومع الحزاب الجديدة وصلت إلى 24 مكون وحزب باستثناء لنقول الانتقالي هو تكون 23 مكون وحزب لو وضيف إليها الانتقالي ستكون 24 حزبا في الاجتماع الأول التأسيسي لهذا المشكون حضر العدالة والبناء صفوان سلطان ومن المكتب السياسي التابع للمقاومة الوطنية طارق صالح وضاح بن بوريك ومن المؤتمر الشعبي العام عبدالوهاب معوضة عوضو بقص النواب ومن الإصلاح الأستاذ عبدالرزاق الهقري عوضو بقص النواب كذلك وأيضا من حزب البعث الدكتور عبدالرفان المشرعي ومن الاشتراكي الأستاذ عبدالرحمن الثقاف الأمين العام للحزب ومن الناصري الأستاذ عبدالله نعمان الأمين العام للحزب ومن الحراك الجنوبي المشارك على القوبة ومن الاتحاد القوى الشعبية الأب سلم رزاز ومن جبهة التحرير فهد الداعري ومن مؤتمر حضرموت الجامع أبو بكر السري ومن مجلس حضرموت الوطن عبدالقادر بازياد ومن حزب الشعب الديمقراطي حج صلاح الصيادي ومن الانتقال فضل الجعدي هو لم يحضر في الاجتماع الأخير ومن حراك الثالجنوبي والإتلافة الجنوبي محمد بامقماء وأيضا من الحزب الجمهوري محمد جزيلان ومن مجلس شباب الأول وطني ناصر حبتور ومن حزب البعث الفرع العراقي عدال عبسي ومن حزب التجمع الأحدوي دكتور عبدالله عوبل أمين عام الحزب وأيضا من حزب الرشاد محمد العامري الأمين العام الحزب وأيضا من حركة النهضة الأستاذ علي الأحمدي ومن حزب السلم والتنمية مراد القدسي ومن حزب التضامة الوطني عبدالله النعماني إذن هناك توجه لإنشاء تكتل سياسي جامع لكل القوى والمكونات الدائمة للشرعية وبرغبة واضحة من السعوديين وأيضا من الأمريكيين الذين ضغطوا لعقد هذا الاجتماع في عدن عبر الإنداع مع الدمقراطي الأمريكي والسفير الأمريكي نفسه كمع بعيد الروس في فبراير الماضي وطلب منه أيضا المشاركة والانخراط في هذا التكتل ربما هناك تصور لدى الأمريكيين ولدى أيضا السعوديين بأن القوى السياسية يجب أن تكون قوية موحدة علاقة لتكافئ أو توازن الحوثي في المرحلة القادمة خاصة مع المستقدات الأخيرة في البحر الأحمر وفي باب المندب بحسب الأحزاب السياسية فإن لقاءا قريبا قد يعقد لإعلان هذه الوفاق التي أكملت وتم الانتهاء منها وإيضا سيتم الاتفاق على المسمى الجديد لمكون الأحزاب والمكونات السياسية الدائمة للشرعية كان هناك تعالف الوطني والقديد لا ندري ماذا سيكون اسمه لكنه سيكون جامعا وشاملا ويضم مختلف القوى السياسية ربما كما قلت في نفس الفكرة توحد الأجهزة الأمنية والعسكرية الانتقالي وهنا الآن توحد الأحزاب والمكونات السياسية الدائمة للشرعية هناك مرحلة يتم فيها تجميع الأوراق من قبل الرعاق اليمين الدوليين لا ندري عما إذا كانت تسوية سياسية أو ربما جولة أخرى من الحرب لكن الجميع كما يبدو يستعد ويوحد أوراقه فاصل ونواصل شكرا